ونفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله من أنباء بتفيد بصدور قرار بإلغاء تسجيل رقم الهاتف المحمول كشرط لتحديث البطاقة التموينية من جانبها أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار تطبيق عملية تسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقة التموينية دون إلغاء حيث يشترط أن يكون رقم الهاتف مسجل باسم رب الأسرة في البطاقة المراد تحديث بيانتها مشيرة إلى أنه تم مد فترة تسجيل أرقام الهاتف المحمولة لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى يوم 30 يونيو 2022